السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي في الله نتمنى تكونوا كاملين باخر وفي احسن احوال محبوبكم الجديد في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تمة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات و دائما مع العلاقات المغربية الاسبانية اليوم الاخوان سنتكلموا الاسبانيا كيفاش تغضر للمرة التانية بالمملكة المغربية غضرة الاخوان المرة الاولى و دخلوا بنبطوش لاراضي الاسبانيا بدك الطريقة المشبوهة و ها هي التانية مرة يا الاخوان كتغضر و كتصفت واحد الدعم مالي كبير للبوليزاريو اخواني اخواتي بقاوا معايا نشوفوا التفاصيل لهذا الموضوع ولكن دائما قبل كنتمنى منكم انكم تلايكي و تبارتاجوا و قدر المستطى باش تعمل الفائدة و كذلك الاخوان باش نبنوا الاستمرار و المتتبعين اوفياء شكرا جزيلا للدعم دلكم القناة اما الضيوف اشتركوا في الاستمرار الانفصالي جبهة البوليزاريو اخواني اخواتي هذه المرة الثانية المرة الاولى قالوا او خرجوا بتصريح وقالوا باللي انهم دخلوا بنابطوش الاراضي الاسبانيا ثانيا ونظرا ان انسان مارد و يحتاج للعلاج هنا اخواني اخواتي قاموا باقالة وزيرة الخارجية الاسبانية كانت الكبش الفيداء الاسبانيا وبيضرو سانتيز قالوا لي ما عندوش علاقة بهذا الامر ومعندوش اللي علمل هذا الامر هنا اخواني اخواتي المغرب بغت تبدأ واحد صفحة جديدة مع اسبانيا وعطت لهم شروط يعني باش غدي ترجع العلاقات كما كانت ونهاروا مطال الاسبان كي اعطونا التصاريح ونهاروا مطال على حسب القول ديالهم انهم بغين يديروا خطوة ايجابية لقدام كما كي اكدوا بطبيعة الحال كما كي اكدوا انهم كي ديروا مجهودات باش ترجع الامور وتحصل العلاقات كما كانت ولكن هما معروفين الاخوان بالغدر الغدر كيتمشي لهم في الدم الاسباني هم غدارة والمملكة المغربية والمغرب عارفهم جيدا انهم غدارين كان قوله البيترو سانتشيز هدي هي الخرالة حيث الاخوان في المرة الاولى من اللي يدخلوا بن بطوش قال باللي ما عندوش العلاقة وما عندوش الخبار وان وزيرة الخارجية الاسبانية ارانتشا جونزاليس هي اللي دارت هذا الامر ودخلت بن بطوش وتحلفت مع الجزائريين ودارت معهم خطط ودارت معهم مؤامرات هنا اخواني اخواتي الحزب ديال الحكومة الاسبانيا يعني مشيشي حزب معارض نقوله باللي راه معارض الحكومة لا هذا الحزب او الحكومة الاقليمية ديال جزر الكاناري وهي الحزب الاشتراكي اللي هو بطبيعة الحال الحزب ديال بيدرو سانتشيز هنا اخواني اخواتي هادو كيرسلوا واحد الدعم مالي بالقيمة دياله يعني دعم مالي كبير 640 الف اميات اورو هذا في حد ذاتو الاخوان دعم وسند للمرتزقة كيعطوهم فرصة باش يكملوا هاد النزاع كيعطوهم واحد الدعم واحد سند باش يزيدوا القدام ويزيدوا في النزاع ويزيدوا في الاستفزاز للمملكة المغربية ولكن يعني ما يقدوش انهم يستفزوا المملكة المغربية هادو كيبقوا غير واحد العناصر ديال الشمكرة كما كنقولهم كيبقوا يديروا شو يدير الشوشرة اخوان الصحراء في مغربها والمغري في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين هنا كنشوفوا الاخوان اسبان كي نهارو ما طالوا هما في التصاريح ونهارو ما طالوا هما في البلاغات وفي الرسائل للمملكة المغربية بلي هما كيأكدوا انهم بغين واحد الحل سلمي وكيورهم على الامم المتحدة او المقترح ديال امم المتحدة لباش يتحل هاد النزاع بطريقة سلمية بامن وامان وديما الاخوان هما غير الشفاوي كما قال جلالة الملك محمد السادس بلي هاد دول غير ديال الشفاوي بما بغين احنا دول ديال ازدواجية المواقف بغين دول ديال المواقف تابتة كيفاش الاخوان اسبانيا بغي يدير اتفاقيات بغي يدير شراكات بغي يدير تعاود امني واستخباراتي مع المملكة المغربية وهي كتغدره وهي ما عندهاش موقف تابت وهي ما عندهاش واحد الخطوة ايجابية لقدام المملكة المغربية اخواني اخواتي اسبانيا احنا عارفين بلي ماشي من مصلحته ان هاد النزاع ينتهي ماشي من مصلحته ان المغرب يفضل مشاكل دياله مع الصحراء المغربية لانها كتخاف ان المغرب غير يكمل من صحراء المغربية ويكمل من هاد الميلف واخه هاد الميلف ره تحسم او ره محسوم ولكن اخواني اخواتي اسبانيا خايفة من المغرب خايفة على سبتة ومليليا ومهنا من هاد المينبار احنا كما غاربة كنقولو بليطار زمان ولا قصر المغرب غاديسترجع الاراضي ديالوك وكذلك غاديسترجع الجزر المحتلة كالجزر الجعفارية والجزر الكاناري وغيرها اي جزر محتلة ان شاء الله وبإذن الله غاديسترجعها المغرب وبهاتش اللي درت اسبانيا يا الاخوان بهاد المساندة اللي سندت البوليزاريو كان قولو لهم هاده يال الخرد يالكم وجلالة المالك محمد السادس نصره الله كان واضح معهم كان واضح معهم في الخطاب ديالو الاخير ديال بمناسبة المسيرة الخضراء بلي المغرب ما غاديدين لا اتفاقية لا تعاون لا صيد بحري لا تجارة لا امن لا تعاون لا احتشي حاجة مع الدول اللي عندها ازدواجية المواقف ومع الدول الغدارة بحال هادي يعني اسبانيا مع الدول اللي ما عنداش موقف تابت اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى انكم تخلوا لي الاراء ديالكم وتخلوا لي تعليق ديالكم والرأي ديالكم فولاد برقا اخواني اخواتي هو مغدار الرأي ديالكم وجزكم الله خيرا اخواني اخواتي وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو دائما دائما الله الوطن الملك والصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يليث الله الارض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله تحية لكم كبيرة تحية المغرب الاحرار والمغربية الحرات من سبتال لقويرة تحية المتتبعين للأوفياء شكرا جزيلا للدعم لكم القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة